السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض المواصفات وعيوب وسعر الوب وي 95 يلا بينا ندخل في عالم الموبايلات علشان ما ضيعش وقت حضراتكم ونعرف اكتر عن الموبايل اهلا بيكم من جديد كعادة بداية اي فيديو هبدأ معاكم بالمواصفات العادية للوب وي 95 المواصفات العادية اللي بتكون موجودة في كل الموبايلات في كل الشركات هبدأ بالتصميم الموبايل مصنوع من البلاستيك سواء الظهر او الاطار الجانيب الفريم ووجهة الموبايل طبعا من الازاز تصميم كلاسيكي معتاد من اوبو خاصة في الفئة المتوسطة الفترة الاخيرة وزن الموبايل 175 جرام والسمك 7.95 ملي الموبايل هيكون خفيف في الايد وتخانة الموبايل معقولة جدا طبعا الوبو 95 بيدعم شرحتين اتصال 4G وبيدعم تركيب كارت المومري وكارت المومري موجود في مكان واحد وبعيد عن الشرايح وطبعا الموبايل بيدعم بصمة الاصبع موجودة في الشاشة وبيدعم بصمة الوجه او خاصية الفيس اللوك وبيدعم برضو ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج اسناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات او في مشاهدة الفيديوهات يعني الصوت هيكون رائع وبرضو الموبايل بيدعم البلتوذ اصدار 5.0 وبيدعم الجي بي اس وبيدعم منفذ سماعات الاذن الثلاثة ونصف ميلي وبيدعم برضو خاصية الوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية يعني انت ممكن تركيب فلاشة وتنقل ملفاتك بكل سهولة اما نظام تشغيل الاوبو اي خمسة وتسعين الموبايل باندرويد 11 مع وجهة كولور او اس 11.1 وجهة اوبو الفترة الاخيرة مستقرة الى حد ما دي المواصفات العادية في الاوبو اي خمسة وتسعين نيجي للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها حنحدد حنشتري الموبايل ولا لا شاشة الموبايل من نوع الاموليد بحجم 6.43 بوصة وانش وجودة الفول اتش دي بلاس وضقة 1080 بيكسل في 2400 بيكسل ومعدل كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين اداء الشاشة هيكون كويس جدا سواء في العلعاب او تصفح في الانترنت او في اي استخدام للموبايل بشكل عام ودي من اهم مميزات الموبايل اما مساحة تخزين الاوبو اي خمسة وتسعين الموبايل بنسخة وحيدة رام تمانية جيجا مع ذاكرة تخزين مية تمانية وعشرين جيجا بايت وزي ما قلت الموبايل بيدعم تركيب كارت المومري وبيقوم في مكان لوحد وبعيد عن الشرايح اما عن اداء الاوبو اي خمسة وتسعين الموبايل بمعالج من شركة كواليكم من سناب دراجون ستمية اتنين وستين بدلق التصنيح داشر نانومتر طبعا المعالج ثمان النواة اما المعالج الرسومي قدرين ستمية وعشرة وهو هو نفس المعالج اللي موجود في الهونر فيفت لايت وموجود برضو في الاوبو اي اربعة وسبعين للاسف المعالج قديم وكنت اتمنى انه يكون معالج افضل من كده خاصة ان سعر الموبايل عالي جدا ومعدل خمسة الاف جنيه اما عن كاميرات الاوبو اي خمسة وتسعين ثلاثة كاميرات خلفية مع فلاش ليد الكاميرا الاولى والاساسية بدقة تمانية واربعين ميجا بيكسل بفتحة عدسة واحد فاصلة سبعة اما الكاميرا التانية بدقة اتنين ميجا بيكسل ودي خاصة بالتصوير الماكرو او التصوير عن كرب وبفتحة عدسة اتنين فاصلة اربعة اما الكاميرا التالتة والاخيرة بدقة اتنين ميجا بيكسل وخاصة بعمل العزل والبروتري بفتحة عدسة 2.4 الكاميرات بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي والاتش دي اما الكاميرا الامامية في الابو اي 95 بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 بتدعم الاتش دي ار وتصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي اما بطارية الابو اي 95 بساعة 5000 ميلي امبير وشاحن بقود 33 وط ومنفذ الشحن ووصلة الشحن من النوع الحديث الطيب سي البطارية هتقدم اداء قوي وحددوم لوقت طويل في الاستخدام اليومي اما الوان الابو اي 95 الموبايل بلونين بس بالاسود والفضي دي المواصفات الرئيسية للابو اي 95 نيجي للعيوب العيب الاول سعر الموبايل عالي جدا مع مواصفات انا شايف عادية جدا وموجودة في الموبايلات في فائة 3000 جنيه وال3000 وخمسمائة جنيه فاعتقد ان الشركة لازم تراجع مشكلة السعر خاصة ان الاسعار في مصر الفترة الاخيرة غالي الموبايل مش هيحقق مباعات كبيرة نظرا اللي سعره العالي مع المواصفات العادية جدا ومن العيوب برضو ان الكاميرات ما بتدعمش التصوير الواسع ولا بتدعم التصوير الفور كي موبايل معدل 5000 جنيه وما بصورش الفور كي فاعتقد ان دي سقطة لا تختفر من اوبو وبرضو من العيوب ان الموبايل مش بيدعم الصوت للسيريو ولا بيدعم خاصية الان في سي الخاصة بالدفع الالكتروني الزكي ولو حابين تعرفوا اكتر عن خاصية الان في سي حسيب لكم لينك الفيديو في خانة الوصفة اسفل الفيديو وبرضو من العيوب زي ما قلت المعالج قديم ومبقاش قوي في فئة السعرية ومن العيوب برضو شاشة الموبايل تفتقد لمعدل تحديث اعلى على الال 90 هرتز برضو من العيوب ان الموبايل بنفس مواصفات الوبوي 74 والسعر عالي جدا بدون داعي اي موبايل طبعا بيكون فيه عيوب وفيه مميزات نيجي بقى لمميزات الوبوي 95 من اهم المميزات ان البطارية كبيرة جدا وبساعة خمس سلاف ميلي انبير حتدوم لوقت طويل خاصة في الاستخدام اليومي وبرضو من اهم المميزات ان سرعة الشحن مقبولة جدا الشاحن بقوة تلاتة وتلاتين وط ودي حاجة كويسة بيشحن اربعة وخمسين في المية في نص ساعة من المميزات في الوبوي 95 الموبايل بيدعم شريحتين اتصال مع تركيب كارت مماري ومن مميزات الموبايل الشاشة كبيرة ونوعها كويس اموليد بجودة الفول اتشي دي بلس وحتقدم تجربة كويسة جدا من ناحية الالوان او السطوع ينقصها بس معدل تحديث عالي زي تسعين هرتز ومن المميزات برضو كعادة اوبو شبكات الاتصال بتكون قوية في موبايلاتها دي المميزات للاوبوي 95 نيجل فتح قلبة الموبايل موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة وموجود في العلبة راس الشاحن ووصلة الشاحن راس الشاحن بكور تلاتة وتلاتين وقت ووصلة الشاحن طايب سي وموجود في العلبة جراب ضهر لحماية الموبايل من الخبطات والصدمات وموجود سماعات الهند فري سماعات الازن وموجود دبوس معدن الاستخراك شريع الاتصال وكارت المميزات وموجود كتاب تعليمات الاستخدام وشهادة الضمان ده بالنسبة لفتح قلبة لوبوي 95 نيجل اخر حاجة وهي السعر وبعد كده حنهي الفيديو السعر للنسخة الوحيدة رام 8 جيجا مع ذكر التخزين 128 جيجا بسعر 5490 جنيه السعر عالي جدا وقبل ما تشتري الموبايل فكر الف مرة وشوف موبايلات تانية في شركات تانية من الشرط تشتري اوبو بكده نكون انتهيت من الفيديو اتمنى ان الفيديو يكون عاجب حضراتكم ويدير تفيدكم بشكل كبير ما تبخلوش بالدعم اعملوا لايك حالا علشان الفيديو يوصلوا انتشر للناس اكتر واكتر كمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكم كل جديد في عالم الموبايلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة